اشتركوا في القناة يمكن استكمالاً لحلقاتنا السابقة من أورام لفية وطبعاً احنا إن شاء الله النهاردة هنتفرج على بعض الأفلام الطبية اللي تمت إجراءها في الوحدة المسؤولة عن استقصال الأورام اللي فيها وإن شاء الله كل مرة كده هنبدأ ناخد بعض الأفلام ونتدرج في أحجام الأورام اللي فيها اللي بيتم استقصالها طبعاً احنا هنستقبل اتصالاتكم على الأرقام المعلنة على الشاشة نبدأ إن شاء الله نتكلم عن الأورام اللي فيها وهي زي ما اتفقنا إن الأورام اللي فيها المتواجدة في الرحم وكيف يتم تشخصها وكيف يتم التنبؤ بيها أو الإعلان عنها وكيف تعلن الأورام اللي فيها عن نفسها وزي ما اتفقنا أن الأورام اللي فيها بتعلن عن نفسها طبقاً لمكانها تواجدها حجمها ده مهم جداً جداً لأن في بعض الأحيان الورام اللي فيه لا يعلن عن نفسه إلا إذا مثلاً حد استكرار فقدان حمل يمكن كانت كان عندنا في اللستة العمليات السابقة أحد السيدات كل اللي موجود عندها ورام لي فيه حجم حجم صغير لكن متواجد تحت سطح التجويف الرحمي ومسؤول عن تكرار فقدان الحمل كان إن إحنا تم التعامل معها بالاستقصال ثم بعد كده نبدأ نتابع معها إن شاء الله نأمل إن يتم الحمل ويستكن هذا الحمل بعد كده زي ما بنقول قلنا يمكن الحلقة دي ما جبناش بعض الصور عن أورام اللي فيه إلى أن يتم إعداد الصور بالترتيب فقلنا نستعيد ببعض الأفلام العلمية على أشياء سنتفرج يعني ورام لي فيه وكيف يتم التعامل معها بالاستقصال وكل زي ما اتفقنا أن هذه العمليات عندنا في الوحدة زي ما بنقول للأطباء إن من أول ما بدأنا في الوحدة من تقريباً 13 أو 14 سنة كنا بنسجل كل عملياتنا بالفيديو ده مهم جداً لأن إحنا كنا بنضع فكر لنا إحنا ننشر هذه العمليات وننشر هذا البحث العلمي على يعني بطرق مختلفة في مؤتمرات مختلفة في مصر أو مستوى العالم كنا متخيلين في الوحدة إن إحنا نبدأ نشتغل ونبقى بصمة من الأطباء التانين في استقصال الأورام لكن بالجهد وإن إحنا البحث والجهد والفكر كيف ناخد قرارنا باستقصال كل أنواع الأورام اللي فيها مهما كانت حجمها مهما كانت عددها بأي حالة موجودة والهدف منه الحفاظ على الرحم بدأنا نغير من البروتوكولات العمليات إلى أن وصلنا إلى بروتوكول سابت وهذا البروتوكول على سهولته لكن صعب جداً على الأطباء أن يعملوه لكن هو هيكون سهل بالتعاون ما بينهم وفي نفس الوقت التدريب على الإجراء هذه العمليات كتير جداً أن إحنا لما بنعرض العمليات دي في بداية العرض دائماً الأطباء كلهم بيعتبروا أن الموضوع سهل وأن الموضوع يقدر يعمله وأن الموضوع ما فيش منه مشكلة خالص في نهاية العرض الموضوع بتاعنا بعد ما بنعرض كل الطرق وكل الأساليب اللي بنتعامل بها بالأماكن المختلفة والأنواع المختلفة والأحجام المختلفة في الورم اللي فيه بيبدأ الطبيب ينبهر ويسق في مجموعة الأطباء اللي بتتعامل في هذه الإجراءة العمليات زي ما افتفقنا إن هو طأم جراحي متكون من أستاذ النسا اللي هو أنا ومعي أستاذ جراحة أوعية وفي بعض الأحيان بيتواجد معنا أستاذ الأورام ومعنا طبعاً طأم وسادسة التغدير القصة هي مش قصة إن عدد كبير القصة هي قصة كونسولتو أطباء على درجة عالية من العلم على درجة عالية من التدريب المستفيد دائماً المريض من هذا الكنسولتو أطباء نرجع نتكلم إن شاء الله على أن الأورام اللي فيه متواجدة أصلاً دائماً عند البنت موجودة عندها بأحجام زغيرة لكن لا تتزايد حجماً إلا إذا ظهر الهرمون التبويض وبدأت يجي لها الدورة ويجي لها التبويض وبالتالي هذا الهرمون المسؤول أو هو بينتج من البويضة وهو المسؤول عن نمو الورم اللي فيه بيكون مسؤوليته إنه يكبر هذه الأورام يبقى كده إحنا هنلاقي إنه صعبة جداً نلاقي أورام اللي فيه في طفلة وفي نفس الوقت إنه إحنا بعد انتهاء الدورة وسيني اليأس الأورام اللي فيه المفروض إنها إما تقف عند حجمها أو تقل عن حجمها أو لا تعلن عن نفسها إلا إذا تغيرت الموضع بتاعها لكن أي تغير لهذا الورم اللي فيه بعد انتهاء الدورة وسيني اليأس إحنا بنخشى منه وبنتعامل معه فوراً إما باستقصاله أو استقصال رحم الكامل في هذا السن يبقى إذن فكرتنا في قصة الأورام اللي فيه اتفقنا إنه إحنا كيف تعلن الأورام اللي فيه عن تواجدها وقلنا إعلان الأورام اللي فيه في فترة الحمل والخصوبة يعني بعد فترة النضوج من 15 سنة إلى سن الأربعين أو الخمسة وأربعين هي دي الفترة الورم اللي فيه ممكن يعلن عن نفسه إعلان الورم اللي فيه عن نفسه دائماً بيكون عن طريق اضطراب في الدورة وزي ما قلنا يمكن كنا بنتكلم على كلمة اضطراب الدورة أيضاً من بعض الكلمات اللي قلناها وإحنا مدرسين مساعدين من 30 سنة أو أكتر كنا بنقول كلمة ان اضطراب الدورة أو ان احنا بنقول اضطراب الطبويد فكان بعض الأساس يقولوننا إيه الكلمات دي جبتوها منين كنا احنا قريين وحاسين ان هو ده اللي موجود لان احنا عندي الدورة ده ملهاش إلا انها تكون سليمة يا منقطعة يا مضطربة ما عندناش حاجة أخرى وبالتالي اضطراب الدورة دي هو ده اللي احنا بنقشه في الأورام اللي فيه هيكون بصورة اضطراب بصورة نزيف أثناء الدورة أو ارتجال نزول الدورة أو الدم ما بين الدورة والدورة ويوجد أنواع أخرى مثلا دم أثناء الحياة الزوجية أو ان اضطراب نزول الدم بانتظام طول الشهر يعني هيبقى فيه صور مختلفة والورم اللي في بيعلن عن هذه الصور بناء على مكان تواجده في الرحم ومكان حجمه وبالتالي ان احنا بنبقى عارفين هذا كلام المشكلة احد المشاكل اللي احنا شفتها لسه قريب في مدينة مرسى مطروح هي متواجدة وكان الأطباء مستغربين لكن هو ده الطبيعي ان تواجد الأورام اللي فيه مع هجرة بطنط الرحم اللي اتنين ولاد عم يعني اللي اتنين مسئولية هرمون اللي بيفرز من المبيض فدائما كتير جدا بنشوف حالات معها أورام اللي فيه ومعها هجرة في الرحم نفسه وبالتالي اعداد الحالة او المريضة قبل اجراء العملية من سلاسي الأبعاد ورانين علشان نعرف الهجرة فين والأورام فين ليه لان الأورام اللي فيه فهي شكل الهجرة لكن لها غلاف كاذب يمكن تأشير الورم اللي فيه من هذا الغلاف طب الهجرة الهجرة بدون غلاف فهي منتشرة في عضلات الرحم واي تعامل معها هنا هيبقى مشكلة لان الطبيب لا يستطيع استقصالها نهائي بتنتهي انه ياخد عينة ويحللها وبالتالي ان احنا عندنا تواجد الهجرة مع الورم اللي فيه فهي اي طبيب امراض نسا يجب ان يضعها في الاعتبار ويجب انه هو قبل اجراء العملية الاستكشاف واستقصال الأورام يكون قيم المريضة تقييم حقيقي للأسف برضو فتير جدا من الاطباء ممكن يبدأ ياخد قرار بعملية وهو للأسف ما قيمش المريضة ما عملش الفحوصات اللازمة يعني لسه كان خلال يوم الجمعة اللي هو اول امبارح احد الاطباء كان محول لي حالة تتعمل لها منظر وفجأت ان الحالة هو تقريبا ما فحصاش تقريبا ما عملاش اي اجراءات في الوساط تقريبا يعني خد الكلام بالبق بس نكتشف ان عندها القاتل ان فيها هجرة بطانة الرحم داخل العضلات الرحمية فبدأنا هعمل لها ايه؟ ما هو تم تشخيصها خلاص يبقى هنا هيبقى الاجراء هيبقى للأسف علاج طبي وهو بس تسكين الالام ووقف المشاكل في مرحلة معينة او استقصار الرحم لان انا هجرة بطانة الرحم لا نستطيع التعامل معها جراحية جراحية يعني مفيش طبيب يقدر زي بالضبط ما بشرحه للاطباء عندي بقول لهم زي ما تكون انت جبت حبة سمسم ورحت بادر السمسم ده في الرز هتقدر تستقصل السمسم ازاي؟ صعب لان هنا منتشر الهجرة بانتشار بطريقة انها بدون غلاف وبالتالي اي تعامل معها يكون تدمير لعضلات الرحم وتدمير للرحم نفسه والعلاج الطبي هنا هيبقى افيض من العلاج الجراحي عشان كده بنرجع تاني بنقول ان على الاطباء تقييم اي حالة ورم ليفي تقييم جيد واتخاذ القرار هل العيانة دي القرار الطبي ليها بدون علاج يعني كتير جدا جدا ما تجيلي حالات وقال لها لا يستي ملكيش علاج خالص ولا ليه تأثير وسيبيه زي ما هو لا يقدم ولا ياخد او انه ناخد قرار بعلاج طبي للمشاكل النامية من هذا الورم اللي فيه وهذا العلاج بيبقى له شروط وتحت ظروف معينة ان احنا اما بنعدها لانها عندها انيمية اما بنؤجلها لفترة معينة لاختيار معاد مناسب لإجراء العملية او ان احنا بنؤجلها الى اني انا اسحبها من فترة انتظام دورة الى انقطاع دورة بعد انتهاء الدورة يعني هيبكون فكر دائما وبالتالي احنا ان شاء الله لما نوصل لقرارات العلاج هنبدأ نقول نمرت واحد لا يوجد علاج مش لا يوجد يعني ما عندناش لا لانها مش هيفدها ومش محتاجاة ثم عندي قرار تاني علاج طبي ثم القرار التالت علاج اشعاعي ثم العلاج قرار تاني علاج تدخل جراحي والتدخل جراحي نبدأ بقى نقيم كيفية الهجوم على الورم اللي فيه بالمناظير عن طريق البطن او الرحم او بالاستكشاف عن طريق فتح البطن لسه برضو كان جت لي احد الحالات للأسف وهو الاطباء اللي بيتعامله مع الورم اللي فيه اللي مش محتاج التعامل يعني ايه احد اطباء عمل احد المرضى جت لي في مدينة مرسى مطروح راحت مستشفى الشطبي فعملولها من ظهر الاطباء الشطبي هؤلاء الاطباء طبعا بيكونوا نواب جمعة وتحت اشراف اعضاء تدريس فلا يمكن انه يغلط هيبقى صعب لان فيه على راسه عضو هيئة تدريس وبالتالي قراره لازم يكون طبي وحقيقي لانه في منطقة علمية وفي مكان تدريس علمي ما ينفعش يغلط الاطباء قالوا ان هي عندها ورم ليه في خارج من الرحم 3 ف4 او 5 ولا له تأثير ولا له اي علاقة خلص اي مشكلة هو ده كلام الصح ان هو لقاه لكن مش هيتعامل معاه لان التعامل معاه ليه لانه ماليوش قيمة وتوجوده زي عدم توجوده بل ازالته ممكن يعمل لي مشاكل وبالتالي انه احنا يفضل اني انا اعرفه لكن ما تعملش معاه هنا راح اتراحت لأحد الاطباء التانين وهنا باب نرجع نقول انه هم اطباء اللي بيطلعوا مع الموجة اللي هو موجة المناظير يبانى بتاع مناظير موجة سونار يبانى بتاع سونار موجة اطفال الانبيب انا بتاع اطفال الانبيب اللي هو بيمشي مع الرائجة في السوق مش عايز يتخصص في جزء معين مش عايز يبقى ويل تريند في جزء معين ويبقى على مهارة فيه هذا الطبيب عمل منظر وطبعا لقى الورم اللي فيه قاعد يحرق فيه ويقطع فيه ويعمل ما تعملش وباهد للدنيا وفي الآخر فتح بطن المريضة عشان يطلع الورميل يعني انا طبعا القرار قرار زي ما بنقول غير ناضج او هذا القرار لا يصلح مع طبيب مناظير لان فيه كتير جدا جدا حالات احنا بنشوف وبنعمل يعني ما هو الاستفادة لتستفيد منها المريضة اذا تم اجراء هذا البروزيديور او الاجراء هذه العملية وما هي الخسارة اللي هي هتخسرها عند اجراء هذه العملية هي كفتي ميزان اذا رجحت الاستفادة جوهد بنشتغل العملية على طول وبالتالي طبعا كان تعليقي ان هو اجراء شيء غير ان هو مفيد للحالة لكن هو زي ما بيقوله الطبيب بيدرب ايده انا مليش دعو بالنحية القانونية ولا كل الكلام ده ولا عقاب ولا اي حاجة انا بقيم نحية طبية فقط ان هذا الاجراء غير مستفيد بالمريض وكذا ان مفروض لا يحدث ومفروض لا يتم التعامل معاه طالما ان هذا الورم اللي فيه غير او لا يحتاج التعامل معاه جراحيا لانها تدخل بعد كده العيانة زي قاعد يحرق في الجزء كبير جدا من الرحم فقط جزء من الرحم محروق وفقد ان ادانا جزء ميت من الخلايا بدأ يدعو الى الالتصاقات الشديدة انها تكون متولدة وبالتالي احنا ان شاء الله بنتكلم على الاورام اللي فيها وهنشوف ان شاء الله فيلم الافلام احد البنات وهي بنت وليست سيدة وعمرها كانت 32 سنة وبرضو ايضا راحت لأحد الاطباء تعامل معها بالفتح واستقصال ورام اللي فيه ظهر موجة كبيرة جدا من الاطباء على غير كفاءة التعامل مع الاورام اللي فيه بدأت مجموعة كلام ده من حوالي 15-20 سنة ان هو يعمل بند جديد مش موجود في الطب وهو كلمة اختزال الاورام اللي فيه مفيش حاجة اسمها اختزال مفيش حاجة اسمها اختزال يقول ارنان يشيل كله خلاص لكن انت النهاردة لما تفتح وتشيل ورام ليفي وتسيب لي 10-15 وتقولي انا قللتهم لا انت بتهرك لان الحالة اللي احنا تعاملنا معها هذه البنت اللي هو تم التعامل معها بالسلصال حيثة ورام ليفي احنا فتحناها اعادنا نسلك الرحم من جدار البطن بطريقة غير طبيعية ملتصق اعادنا نسلك الرحم من الامعاء سلكنا خلف الرحم بالكامل من القولون وكانت الجراح دوره كبير جدا في هذا الوضع ان يسلكوا لي من الامعاء والقولون عشان اصل الى طريقة معينة اقدر اغلق الاوعية المغزية للرحم وتعامل مع استقصال او رام ليفي بدون فقدان دم ويديني فرصة اني اشيلها كلها ما سيبش الزغيرة ولا كبيرة هذه البنت طلعنا منها 19 ورام ليفي 19 يعني النهاردة لما الدكتور دخل وشال ورام واحد ادانا خلى العملية طولت عندي ساعتين زيادة في الاستكشاف والتسليق وان انا اقدر اوصل الى الاوعية المغزية واقدر اغلق الاوعية غلق مؤقت وهذا طبعا كان عقاب لينا بقى زي ما بنقول لكن هو دورنا كاساسة ان احنا نتعامل مع الاورام اللي فيها التي تم التعامل معها تعامل مع الاورام اللي فيها اللي صعب على بعض المجموعات او الاطباء التعامل معها لكن هذه البنت احنا تعاملنا معها شلنا الاورام وايضا تم تسجيل هذه الوقعة اثناء اجراء العملية من الرحم قد ايه شكله قد ايه وسجلنا بعد استقصال الاورام عدد الاورام قد ايه متسجلة وهنشوفها وهفكركم ان شاء الله هقولوكم هي دي البنت اللي كانت جاية من منطقة مدينة مرسى مطروح اسمها سيد البراني هناخد اتصالات وهنبدأ بقى نتكلم انواع اعلان الاورام اللي فيها عن نفسها وما هي الاورام اللي فيها التي يتم الكشف عنها او التنبؤ او انواع الناس تتفاجئ بيها اثناء اجراءات الفحوصات العادية اللي هو الورام اللي في المفاجئ اللي بيقولوا عليه هناخد اتصال ونبقى نتناقش عن كيفية اعلان الاورام اللي فيها عن نفسها مدام دينات فضاليا فاند اهلا اهلا وسهلا فاند فضاليا عمل ايه؟ الحمد لله اتفضل يا فاند بس يا دكتور انا حمل في الشهر الاول وعند حصوة في المثانو في الحالب من تحت وتعبنا خالص يعني سياتك اول حمل لك يا دينا؟ اه اول حمل سني كم سنة يا بنتي؟ اه 21 وهل انت تعلمي تواجد الحصوة قبل الحمل؟ اه اعرف يعني انت قبل الحمل كنت عارفة عندك حصوة؟ اه كنت اتبعتها في جدير وبحس الحاجة بالشكيني من تحت لا 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 الحصوة لا بتشك يا فاندم ولا بتقرص من جوه الحصوة لها اعلان عن مشاكل في التبول ومشاكل الام اسفل البطن ويعني ساتسة المسالك عارفين كيف تعلن عن نفسها الحصوة؟ اذا كان هو الطبيب شخص الحصوة قبل الحمل كان يجب التعامل معها طبيا او جراحيا بالمنظر لكن لها ادرار وكذا ولا؟ افندم؟ لها ادرار عن حم يعني؟ لا والله يا بنتي هو الحصوة هي برضو عشان نضع الفكرة بتاعتها هي لازم نفكر هي ظهرت منين الحصوة الحصوة دائما زيادة بعض الاملاح لكن معظمها بتبقى التهابات مزمنة موجودة في المجاري البولي وبالتالي ان تواجد الحصوة بتنبق عندي انها نمرت واحد اما هي سبب الالتهابات او انها تواجدها كجسم غريب بيزود نسبة المشاكل والالتهابات الكلام ده قبل الحمل ما فيش مشكلة عندي يعني يمكن علاجه بانتظام والتعامل معاه بالمنظر او بالادوية وان انا اخرج الحصوة لكن هي دلوقتي طبيب المسالك قالك الحصوة حجمها قد ايه ومكانها فين؟ معايا يا دينا طيب يا دينا طبعا المشكلة بتاعت سيادتك اثناء الحمل هي هتكون ان يوجد هتظهر حاجتين اتنين الام متكررة في اسفل بطن بكل انواع الام ممكن تبقى مغسط ممكن تبقى الام او ان الحصوة بدأت تؤثر لانها وصلت لمرحلة مكان معين سدت مجرى الازول البول من الحالب الى المسانة بتبدأ تعمل وسعة في الحالب وتضخم في الحالب وتضخم في الكليا ملحقة بتاعتها او ان ربنا في بعض الاحيان بالنسبة للحمل وده للاطباء والنسبة لاطباء المسالك ان بيظهر هرمون الحمل هرمون الحمل بيعمل ارتخاء في جميع العضلات النعمة في جسم السيدة بما فيها العضلات الحالب والمسانة وهنا هذا الارتخاء وارد لو كانت الحصوة الزغيرة انها تبدأ تقذف في المسانة اللي كانت مزنوقة ممكن تخرج في المسانة وبالتالي لو هي حصوة صغيرة وهي مش نتيجة من التهابات او سبتة في المكان ممكن وارد تخرج في المسانة لكن انا مشكلتي في ان الالام اللي بتظهر بعض الاطباء ممكن يشخصها انها اجهض يشخصها ولادة قبل الاوان يشخصها اي شيء تشخيص اخر اثناء الحمل يعني يربط الحمل بهذا الكلام ولسه يمكن كانت عندنا احد زوجات الاطباء زوج الطبيب نسا كانت محجوزة ايضا في احد المستشفات عندنا في القاهرة وكانت متشخصة زايدة ومتشخصة الام ولدها مبكرة كل الكلام ده احنا كاستشارين او اساسة بدأنا ناخد الاراء قلنا ان دي التهاب مزمن في الحالب او في المسانة والحالب الايمن بدأنا نتعامل معا بهذا الوضع بالعلاج اختفت الالام تماما وكانت الامور مشيت على خير خادت 48 ساعة وعدت على خير اذا هي دي مشكلة ان ممكن تضللنا يعني لو كان في الجنب اليمين ممكن تتبقى تتشخص كزايدة لو تكرار الالام هنبقى تبقى مشكلة الطبيب النسا يميل الى مشاكل اثناء الحمل المشكلة التانية بقى هي ظهور هيبقى التهاب متكرر ومزمن في المجاري البولية هنا هيدخلنا في مشكلة تخص الحمل ومشكلة تخص السيدة تكرار الالتهابات في المجاري البولية من المسانة والحالب هنا هيدخلني في مشكلة الاتي اولا معدل نمو الجنين هيكون اقل من معدل نمو الطبيعي اثنين ممكن يحدث التهابات في الغلاف والغشاء المغلف للجنين ويبدأ يحصل ثقب في جيب المياه في مشكلة ان بعد منتصف الحمل ممكن يبدأ يعمل ارتفاع لوظائف الكلة ويبدأ تدخل مني في ضغط وتسمم حمل خصوصا لو في حاجة سابقة لها مشاكل كتيرة تنتمي للتواجد الحصوى ويجب التعامل مع هذه الحصوى بحرص جدا ما بين طبيب نسا وطبيب مسالك طبعا احنا لو قعدنا حلقة بحالها واتكلمنا عن المشاكل البولية اثناء الحمل الحلقة مش اتقضي لان احنا بالنسبة لنا كاطباء نسا تواجد الجهاز البولي مع الحمل بمشاكله هنا بيدخلني في مشاكل كثيرة جدا جدا ويجب على الاطباء احنا بنعلمه بندرس لهم الجزئية دي عشان يقدر يتنبأ بكل المشاكل وتعامل معها طبيا لكن طبعا اتمنى اني اني تعدي الحمل بسلامة وبعد ما تريد بالسلامة فورا طبعا تقضي قرار بان الحصوى دي يتعامل معها طبيا او جراحيا بالمنظر انا اخد اتصال مين معنا اتفضلي يا مادام سالي مادام سالي اه الو مساء الخير مساء نور يا بنت اتفضلي اه لو سمحت يا دكتور انا حامل في الاسبوع الـ 29 يعني تقريبا الاسبوع الاخير من الشهر السابع اه انا قمت النهاردة يا دكتور حنقيت قطرات الدم يعني بتنزل علي لما تكرم بدخل الحمام بلاقي كده يعني شوية دم بينزل علي اه روحت للطبيبة وقالتلي يعني الجنين كويس مشيما كويسة انخل رحمه كويس بس كنت عايز اتصال من حضرتك ايه سابع اللي ممكن ليكون الدم ينزل يعني هذا اتفضلي يا فاند اتفضلي اي دم بيبدأ ينزل بعد منتصف الحمل يعني بعد الاسبوع العشرين عندنا المصادر نزول الدم ده من تحت هيكون اما من الرحم او من حتة تانية غير الرحم يعني ايه يعني في دم خارج من الرحم او دم خارج من مناطق اخرى غير الرحم يعني زي مثلا بواسير في بعض السيدات ما بتعرفش يا بتلاقي الغيار في دم بس لكن ممكن يبقى عندها في بواسير او نزول دم مش هارجي وهي مش عارفة لكن طبعا ده سهل لبعض المتعلمات انتقول لي لا ده مش جاي من جوه ده جاي من البواسير وانا كان عندي طول عمري هذا الكلام في بعض الاحيان الاتهابات شديدة بتبقى بتكون عند بعض السيدات في عنق الرحم او في المهبل والاسف هي ما بتاخدش بالها بعض نزول نقطة دم بتكون بعد الحياة الزوجية او التعامل بايدها معاها من نفسها لكن دي نسباتها قليلة لكن لاجب الطبيب ان الاول يعرف ان المصدر نزول الدم مش من مجرى البول مش من مجرى البراز مش من مهبل مش من عنق الرحم يبقى دخلنا على الرحم اي نزول دم من الرحم بيكون هنا عندي الاتي يا اما مكان المشيمة او مكان غير وجود المشيمة نازل من مكان المشيمة بيبقى نمرت واحد مشيمة معيبة الوضع يعني ثابت الجزء الطبيعي اللي مزروعة فيه ونزلت ان زرعت في الجزء السوفي في بعض الاحيان بتديه بتبقى بتنبئ بارتجال نزول الدم ولها شروط نزول الدم متكرر يعني يبدل رايح جاي كل مدة تنزل اتنين ان هذه نزول الدم بدون آلام ده مهم جدا ما بتحسش بآلام خالص لكن فيه دم نازل تلاتة انها بدون سبب يعني من غير حاجة لا الست عملت مجهود ولا الست كشفت عن دكتور ولا الست حصل حاجة زوجية بدون سبب بيبقى ايزا لها الشروط التكرار لها شروط انها ليست لها علاقة بسبب معين ده مهم جدا جدا ولها بدون اي قلم وبدون بتحس طيب هل فيه طرق اخرى قالك اه المشيمة هنا مكانها طبيعي لكن بدأت تنفصل هذا المشيمة عن القاعدة بتاعتها يعني المشيمة متركزة في مكانها طبيعي لكن بدأت جزء جزء ينفصل كتير قوي من الناس مش فاهمة يعني ينفصل ينفصل المشيمة عن المكان المزروعة فيه لان فيه بدأت تظهر كدمة خلف المشيمة اللي هي بتنزف طب ليه ظهرت هنا ظهور الكدمة دي دائما بتبقى عندي السيدة بتنقسم الى نوعين سيدة زادة ضغط عالي ومشاكل تسمم الحم وسيدة مش ضغطها سليم ما عندهاش اي نوع من تسمم الحم السيدة اللي عندها الضغط العالي هي دي بتضم مجموعة السيدات اللي عندها تسمم حم اللي يبدأ الجدار الاوعية بالتهشم جدار الاوعية الاوعية الضغيرة اوي بالانفجار وتبدأ يحدث كدمة خلف الجنين او خلف المشيمة بما تسمى الكدمة خلف المشيمة كان زمان بيربطوها كتير بين ست انخبطت حتى سموها كدمة المشيمة النتيجة من الخط يعني كانت مسمينها كده انها ستت خبطت في المشيمة بدأت تنفصل وبدأنا نغيرها نقول لا دية ابرابشو بلاسنتي يعني انفصال المشيمة عن مكانها بخبطة من غير خبطة باوعية بجدار الاوعية بمشاكل الضغط العالي او مشاكل في صورة الدم ونقص الحمض الفوليك يعني برضو عشان تبقوا عارفين ان نقص حمض الفوليك في بعض السيدات بيعمل هشاشة في الاوعية ويحدث انفجار لهذه الاوعية خلف المشيمة بعد منتصف الحمل يبقى اذا عشان نقدر نعرف نمرت واحد عليك بالطبيب للفحص موضعيا لمعرفة هل في مصدر اخر غير اللي جاي من فوق اتنين عمل موجات صوتية سلاسية الابعاد ومعرفة مكان موقع المشيمة والمشيمة معدل انفصالها لو كانت في موقعها السليم وفي بعض الاحيان بيبقى القصة تتحل مرة واحدة وما تتكررش تاني او مرتين كده بنقط بسيط والنقط هنا عند الست الحامل مهم جدا انه ممكن تنزل دم احمر ممكن ينزل دم بوني ممكن ينزل دم لونه اسود ممكن ينزل زي غسيل ميت اللحمة او زي غسيل ميت البطيخ القصة دي كلها هي في نزيف برضو وليجب ان يحترم ويجب تشخيصه عشان نمنع تكراره او التنبؤ بمشكلة كبيرة يكون الطبيب على يعني عارف القرار اللي هياخده هو هنا هينهي الحمل قبل معاده ولا هيعمل ايه ولا هيدي ادوية يمنع ان هي تتكرر ده مهم جدا تشخيص السبب في الفترة اللي انت فيها يعني احنا دلوقتي يعني زي ما بنقول مع الاطباء رجعنا لكم بسرعة جدا جدا قصة النزيف في منتصف التاني من الحمل او نزول نقطة زي نزول كباية ودايما بقول ان السيدة الحاملة زي الطفلة اللي عندها سنتين الطفلة اللي عندها سنتين لو نزل عليها نقطة دم ابوها امها يتجننه هي دي نقطة الدم عند الطفلة زي نقطة الدم عند الحامل لو الطفلة نزل عليها نزيف جامد كباية زي الحامل كباية يعني اي نقطة دم اثناء البنت الطفلة وصغيرة زي السيدة الحامل يجب معرفة السبب واتخاذ القرار في التشخيص والعلاج معنا اتصال مدام دعاء تفضل يا فان أهلا وسهلا يا فان تفضل الله يخليك تفضل يا فان حضرتك انا متجوزة من 4 سنين ونص وكشفت كثير وكل ما رحل الدكتوري اللي تحليل الهرمونات بتطلع عالية اللي هي بتعمل تاني يوم او تلت يوم هو ايه اللي عالية معليش بنروح علي الهرمونات اللي هو الـ والـ طب يعني مش ممكن تبلغيني كده اخر تحليل الـ 21 18 ده اللي هو ايه الـ اللي هو الـ الـ 21 18 والـ الـ هو الـ 21 اه طب وهل عملك معاها الـ AMH عملت اللي هو الـ LH 27 43 الـ LH طلع 27 اه وطب والـ AMH لا فيه بقى الـ ايه تو ده 63 54 انت عمات التحليل اليوم التاني من الدورة او التالت اه كل التحليل طلع كده بالطريقة طب لما الطبيب هلق الدورة عن تساتك منتظمة ولا بجي لها فترات من انقطاع ولازم تنزل بأدوية لا بعد من خط المنشطات كل مرة الدكتور بديني من النشطات لا انا ما كلمتش على المنشطات انا بكلم عن تساتك طبيعتك في نزول الدورة من غير مناشط من غير حاجة خالص كل 40 يوم لكن بتيجي في معادها اه 88 و40 يوم كم مرة دورة انقطعت وتأخرت شهرين 3 بقى هي بتيجي كل 40 يوم ما تقطعتش هي كل 40 يوم الدورة بتنزل وزنك قدية عروساتنا انا 27 سنة لا وزنك وزنك وزني 55 طيب الطبيب شاف سيادتك اثناء اول ما تنزل الدورة اليوم الثالث الرابع لا ان المبيض حجما واطلاق البويضات معقول بيقول طبويض ضعيف يا فندم الطبيب خط انتاجه اللي ضعيف ولا عدد خروج البويضات اللي ضعيفها في فرق كبير لا لا الطبيب نفسه اللي ضعيف خروجه لا يعني طبيب لما شافك ما يسمى عدد البويضات المطلقة في اليوم الثالث او الرابع من الدورة بنعد البيض الخارج من المبيضين ده بديني فكرة عن معدل بنك البيض قد ايه هل الطبيب قالك حاجة زي كده لا هو ما قاليش قده بس هو قالي هو كويس بس هو عندي حضرتك الطبويض ضعيف يا فندم كلمة الطبويض ضعيف دي معلش بعد اذن حراكي عندي كلمة مضللة كتير لاني انا عندي النهاردة بتكلم على مخزون انا بتكلم على مخزون بنك البيض واقع انا مش بتكلم على خط انتاج البيض ما هو لازم لما يكون مخزون البنك ضعيف جدا لازم يبقى خط البيض سيء لكن لازم اعرف الاول النهاردة هذا المخزون يناسب سنك ام لا يناسب سنك بالرقم اللي انت لقيله 21 ده لا طبعا ده لا يناسب السن النهائي وهذا الرقم يجب ان يقيم مرة اخرى يقيم بالموجات الفوق الصوتية اليوم التالت او رابع والسلاسي الابعد هيقيم لحجم المبيض وعدد البويضات المطلقة ده مهم جدا ثم بعد كده تروح المعمل محترم وهيتم التعامل معاك بعمل التحليل خد بالك احنا بنتكلم دوقتي على قصة مهمة مش بنتكلم على ان تطلع بيضة ويحصل كلام ده لا انا بتكلم على انهيار مخزون المبيض انا داخل في مرحلة انهيار لو كان هذا الرقم حقيقي وبالتالي انا يعني انا اما بالله الارقام دي احنا اساسة النسب نترعب بناخدك الواحدة الجنب الواحدة خالص ونعيد تقييم بكل الطرق عشان الحق اجيب اطفال لان الرقم اللي انت بتقولي عليه واحد وعشرين يعني سيء جدا لا يصلح لانه ما فيش بيض على هذا الكلامك انت لو كان هذا التحليل صح عشان كده القرار الدولي كان في احد المؤتبرات من اساسة على المستوى العالم كان بيقول ايه هو راجل محترم وعايش زينا كده برضو يعني مش كل الدول عنده يعني مش كل مش مصر بس اللي عندها مشاكل في تقييم التحليل هذا الطبيب قال ان احنا لما بنلاقي تحليل طلعها غير مقبولة وغير متوقعة ولا تناسب المريض اقف وعيد تقييم التحليل مرة واثنين دورة واثنين بس ما اوعى تاخد قرار على تحليل واحد يعني هذا الكلام فسألناه هل عندكم اهمال في التحليل زينا قال اه واكتر يعني هذا الطبيب اقر ان وهو ده الكلام العالمي اي اه يعني اي رقم تحليل طبي يظهر لمريض يكون غير طبيعي ولا يناسب الحالة المرضية يجب عالطبيب اجراؤه مرة واثنين في معامل مختلفة ده قرار مفوش ظهر اذا كانت هذه الارقام كلها ماشية مع بعض خلاص احنا بنتعامل مع حالة اسمها بوف او انهيار مخزون المبيض قبل الاوان انا حضرتك عملت كذا معمل مش معمل واحد يعني حوالي عشر معامل كل معامل طلع بالطريقة دي كله كده فوق الخمستاشر طب بعد اذن سيادتك يا انيسة دعاء معلش القرار الطبي حتى على التليفون لما الارقام اللي انت بتقوليها دي على كلامك انت الوسط مسؤولة عنها اتجاه فورا لقرب مركز حقن مجهاري وعمل اجنة وتخزين اجنة لاني انا النهاردة ممكن اخذ بيضة او اتنين او تلاتة انا شايف وممكن ما يطلعش وانا شايف بعد كده هيبقى صعبة اوي الارقام العالية دي فضالي يا فن احرص مش عالي يمكن احنا يا دعاء عايزك ترجعي للخمس ست حلقات اللي احنا كنا بنتكلم فيهم مش اللي فاتت الحد اللي فات اللي قبلها كل حلقات الخمسة اللي احنا عملناهم خلال الشهر اللي فات كتكون لها عليك يا دعاء على مخزون المبيض والارقام وكيف نقيمه وكيف ناخد قرار ما ينفعش ان انا الاقي الارقام دي واقولك هنشط لك نشط يا دكتور ده انت عندك الرقم ده بيقولك ان المبيض ده بيسلم ورقه خلاص على اساس ان انت عدته مرة واثنين وكله طلع كده ده ده لو كان فيه اصلا يعني لو كان فيه بيض اصلا وبالتالي مهم جدا ان الطبيب يفحص كويس جدا يعني معلش بعد اذنك يا دعاء يعني لازم تروحي لطبيب استشاري او استاذ متخصص في تأخر الحمل والعقب ويفحص جيدا مهم جدا ويتعامل بتقييم مخزون المبيض والتعامل فورا في ان هو يعني يدخلك في برامج الحق المجهري وانه ياخد منك يديك فرصة في الانجاب فورا دلوقتي انا اخد المدام امه هند السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا امه هند ازاك يا دكتور الله يخليك يا فاند اتفضلي لا سمحت انا بسأل حضرتك بخصوص بنتي هند طبعا لا فورا هيب طيب اه كانت والدة بقالها السنة بالضبط بس وفي وقت العملية القيصرية الدكتور اعت لها ان كان عندك بطلقة راحة مهاجرة وتأخرت في العمليات واقلت اللي هي كانت بتطلطف لها كتير حواليني الان بالراحة بالراحة علي بالراحة علي انا وصولت اصرحي فرصوب هيخلص لا يفتل اديني رقمك وابعتلك شحن حاضرت عشان تكمل الحديث اتفضلي الله انا حمات يا دكتور قالت لك عملت ايه الطبيبة في العمليات يعني وهي قلت خيساري الدكتور اعت لها ان كان عندك بطلقة راحة مهاجرة وكانت عامل على معاه فاتأخرت في العمليات كتير في الوقت ده لانه فلما خرجت قالت ان هي كان عندها بطلقة راحة مهاجرة وهي تم الحمل بعد جواز بحوال 6 شهور وما كناش نعرف اي حاجة عن مصر بطلقة راحة من مهاجرة دي فقالت واختور عليها ولا ايه الوضع احنا مش فاهمينه بالضبط حاضر هرد عليك اعلن عشان رصيدك اقفلي بقى عشان رصيدك تحافظ عليه للحلقة الجاية بص يا مهند احنا عندنا نوعين اتنين من البطانة المهاجرة اما بطانة مهاجرة خارج عضلات الرحم او بطانة مهاجرة في عضلات الرحم انا مقدرش احكم اصدها ايه اما اذا كانت المشكلة في اجراء القيصرية في بعض السيدات اللي عندها اهجرة بطانة الرحم داخل عضلات الرحم لانها دي بتعاني من نزيف اثناء الولادة بالرحم مش قادر ينقبض ومحتاج اه اه يعني طبيب ناسة يكون على كفاءة عالية جدا بالتعامل معاه ببعض الادوية عشان ينقبض وتعدي بسلام ما تنزيفش اما اذا كانت هجرة بطانة الرحم خارج الرحم في اي حتة اخرى يعني احنا بنشك في هذا الكلام لان دائما الحملة تسع شهور في سيدة بهرموناتها بيحصل اذابة لكل هجرة بطانة الرحم خارج الرحم اما عضلات الرحم للأسف ما بتضبش بتبضل موجودة الهجرة فيها اذا قصة التواجد الهجرة في سيدة حامل بنبقى برضو بنبقى نقول صعب شوية الى اذا كانت تم التعامل معها بأدوية كثيرة وحب حدث حم فالهجرة بتختفي وتنتهي تماما الى خارج الرحم المشكلة عندي اللي جوه عضلات الرحم هي دي المشكلة لكن طالما انها حدث حم وحدث ولادة وقامت بالسلامة الحمد لله سيب القصة دي ما تعملوش حاجة خالص لكن انصحك بعد ستة شهور او بعد يعني ستة شهور بعد كده بعد سنة يريد تعمل موجات فوق صوتية سلسية الابعاد لتقييم هجرة بتنت الرحم جوه العضلات ده مهم جدا هل هي محتاجة علاج ولا لا لان اثناء الفترة اللي هي ولدت فيها بالهرومونات 9 شهور واثناء الرضاعة فترة الهرومونات الرضاعة بيحصل ضمور نسبة كبيرة جدا للهجرة خارج الرحم وايضا في عضلات الرحم اما اذا كانت متواجدة في عضلات الرحم ايضا لازالت فضل مستمرة على الطبيب ان هو يكتب برنامج علاجي وليس جراحي وطالما حدث حمد مفيش مشكلة خالص من هزي الهجرة اللي عندنا اه عشان مين معانا فن مادام صمر اتفضلي عليكم السلام وراح نطلع بركاته اتفضلي يا صمر انا حضرتك عندي 25 سنة انيسة ولا مادام يا صمر مادام اتفضلي اه حملت بعد 6 شهور ما غير ما اخد اي حاجة بس بعد كده في الاسبوع التاسع سقط ودلوقتي هكمل 6 شهور وما حصلش حمل يعني انت كلك متجوزة بقالك سنة اه سنة و3 شهور اول 6 شهور وحدث حمل واجهاض والاجهاض كان في بداية الحمل ولا في اني فترة في الاسبوع التاسع الاسبوع السابع والطبيب المتابع الطبيب او الطبيبة المتابعة لسيادتك شاف كيس حمل وشاف جنين اه والجنين كان مكتمل في الاسبوع التاسع حضرتك يا فندم يعني لما عملت موجات صوتية بهبلية لقيت المكون الجنيني ظهر بوضوح او نبض ظهر بجسمه والنبضه او نبض ظهر ايه يعني برضو يعني احنا مهمة اوي لقصة دي لان احنا بنشوف كتير اوي من الاطباء للأسف اه بيتعامل مع السيدات في اول الحمل بموجات صوتية فوق البطن ويطلع كده كيس اسود لهو ده الحمل او موجات صوتية بهبلية وهو ما شافش جنين خالص يقولك النبض يظهر ووقف وكلام اللي احنا بنسمعه في المحافظات والقرى دي الاسف يعني دايما عشان كده بنقول لازم يبقى موقع وموسق بموجات صوتية في مركز موجات فوق الصوتية بالصورة نفسها طيب ايه السؤال دلوقتي يا بنتي حضرتك انا هكمل ستة شهور ومحصلش حمل فانا عايز اعرف ايه يعني عملت تحليل بعد ما سقطت كده عملت قصدي صنار وكده طيب تعلي صوتك شوية انا وداني رايحة معاكي عملت صنار والدكتورة قيتلي مبايت كويسة والرحم كويس بس انا قلت لها ان في مشكلة ظهرت بعد ما جهدت بشهرين حاسيت ان في حاجة زي شبه للبن كده بتنزل من صدري فديتني برشام اللي هم البرشامتين ايوة يعني هي طلبت منك التحليل وديتك البرشام ولا ديتولي الجدعانة بناء على كلامك اه ديتولي من بناء على كلامك طيبة الدكتورة طيبة اوي بس وبعدها بقى حضرتك هكمل ستة شهور ما حصلش حمل فانا عايز اعرف هل يعني بص يا بنتي اي اي طبيب عشان ياخد قرار بالعلاج الهرموني او التعويدي او اي علاج لازم يكون عنده ما يسمى البيزلاين اناليس يعني عنده التحليل الاول اللي هيبدأ يشتغل عليه اللي هيبدأ يدي ادوية ومتابعة الرقم بالزيادة او بالسبات او بالنقصان هيعرف منين ان انت جبتي نتيجة بناء على الرقم الاولاني انا الرقم النهاردة هنفطر طلع مثلا ستين او سبعين لما ادي العلاج واتابع الستين هياخد برنامج علاجي غير الاربعين غير المية وخمسين نسبة اللبن لان كل واحد فيه برنامج علاجي والمتابعة عشان اعرف انه هو فعلا السبب في تأخير الحم او السبب في فقدان الحم ومتابعته بالعلاج عشان ينقول انت خفيته وكويسه طبعا هعرف منين ماشي حضرتك عايزة عارف يعني ايه التحليل ممكن اعملها مثلا عشان اطمن عن نفسي معلش استاذ علي كان بيكلمني انت بتقولي ايه ايه التحليل اللي ممكن اعملها مثلا عشان اصطمد يا فندم احنا الوقتي هنتعامل مع سيادتك بتأخر الحمل السانوي يعني ايه حدث حمل وفقدان ثم عندنا فترة من تأخر الحمل يجب على الطبيبة او الطبيب اولا فحص حضرتك جيدا من ساسك لراسك فحص كل حاجة ده مهم اول عشان يدبع عارف فيه المشكلة ثانيا عمل موجات فوق الصوتية ويشوف اخبار سيادتك في الزيارة اللي هتروحيله او مباشرة عند نزول الضوء ثم يطلب تحليل هرمونات اليوم التالت الضوء قبل ما يقرر بعد كده انت محتاجة اشعة بالسبغة ولا لا ما ياخدش قرار لسه بدري ياخد قرار بناء على الامور دي الاول هياخد علاج وديك فرصة تنشيط ولا انت محتاجة اشعة بالسبغة وتحليل سائل منويل الزوج ما بناخدش الكلام ده لما يخلص خطوة خطوة تخصي سيادتك اتفضلي يعني احنا الوقتي الحلقة طبعا قربت على الانتهاء لكن احنا هنتكلم عشان نقفل الموضوع مش عارفهم ما كانوش زبطوا الافلام خالص معرفش ليه طبعا برضو للأسف لكن الافلام اللي ما اتزبطيتش غالبا طيارها فاحنا هننزلها الكتاني حاضر لانها موجودة عندي فهننزلكم مجموعة الافلام الحلقة القادمة ان شاء الله نرجع نقول ان الاورام اللي فيها هي تجمع الياف داخل العضلات الرحم وتنمو اما اتجاه داخل الرحم تجويف الرحم او خارج التجويف الرحم وارد انها تبقى موجودة في عنق الرحم وده نسبة قليلة جدا وارد انها تكون خارج الرحم ولا حبل ممسوكة بحبل داخل على الرحم وارد انها تتواجد في اي مكان وتجبر في اي مكان هذه الاورام اللي فيها زي ما احنا اتفقنا ان احنا بتعلن عن نفسها دائما بمشكلة تنتمي للدورة او مشكلة تنتمي لتأخر الحمل او مشكلة تنتمي للتكرار فقدان الحمل نادرا لما تعلن عن نفسها بالام موضعية يعني دي مهمة جدا يعني كتير او من الستات اول ما الدكتور يقولها ده انت عندك ورام ليه فيه تفضل رايحة جاية فيها واجع فيها واجع نادرا ما هذه الحالة تظهر بالالام الموضعية تظهر بالالام يعني في بعض الاحيان لما بيحدث ما يسمى ضعف ضخ الدم وغرغرينة الورم اللي فيه ودائما الضمور الاحمر الذي يحدث اثناء الحمل هو اشد نوع الام تظهر في تواجد الورم اللي فيه مصاحب مع سيدة حمل ده اخطر نوع عندي لاني دايما بيساء تشخيصه بيساء القرار العلاجي بتاعه ودي مشكلة تخص الاطباء مش تخص المريض هنرجع بقى كده ان احنا قلنا زي ما اتفقنا ان الاورام اللي فيه بناء على تواجدها في المكان المتواجدة فيه حجمها عددها هو ده الاساسي القصة في اتخاذ القرار للطبي الناسب السيدة تشخيص معنا ديفا التشخيص الاورام اللي فيه مهم جدا جدا ان الطبيب احنا زي ما بنقول مهم جدا الكلمة اللي بقوله الاطباء ان البكاء في السلم والتدريب العرق اسف العرق في السلم والتدريب الجيد يحميني من نزول دم واحد اثناء الحرب يبقى اذا وحنا عاديين والست لسه ما عملت ناش عمليات اقدر اشخص اشخص بالموجات الصوتية العادية المهبلية سلاسية الابعاد في بعض الاحيان بنستعين بالرنين المغناطيسي على الحوت ثم نبدأ نقيم الدنيا هل هذه السيدة تحتاج اي برامج علاجية طبية او غير طبية يعني جراحية ولا احنا لده ولا ده والمتابعة والاشراف هو ده المهم يمكن ان شاء الرحمن باذن الله لو نجحت مع السادة الكمبيوتر اللي برا ودي صعبة جدا اني انا ديوم افلامه ما يضيعهاش هتتفرجوا على الافلام الحلقة القادمة ان شاء الله هنعيش بقى حلقتين او تلاتة مجموعة افلام اللي تم اجراءها على مدار 12 سن كلهم سيدات بيتفرجوا علينا دلوقتي هيتفرجوا على حلقاتهم كل واحدة معاها نسخة من هذه العملية كل سيدة عارفة اني دي العملية بتاعتها وهنقول السيدة دي من مكانها منين وكانت جات ليه وعملنا ايه وقادي النتيجة اللي اجرناها وهذا كلام بعد العملية يعني زي ما بيقول كل شيء موقع وموسق ما قبل العملية والعملية وما بعد العملية والموسق الاكتر انها بتتفرج علينا في الهواء حلقات صحة حواء ان شاء الرحمن هنستكمل الاورام اللي فيها باذن الله الاحد القادم حلقات صحة حواء بتزعل الهواء يوم الاحد كل اسبوع الساعة السامنة مساء تعاد ازاعتها في نفس اليوم وبعد منتصف الليل حلقات صحة حواء بترفع بانتظاب على اليوتيوب باسمنا حلقات صحة حواء على الـ HBC او الصحة وجمال سيد دكتور ايمان حمود يمكنكم متابعة هذه الحلقات على اليوتيوب ان شاء الله باذن الرحمن الاحد القادم هنستكمل الاورام اللي فيها مع استقبال جميع اتصالاتكم حول اي موضوع يخص حواء باذن الله حلقات صحة حواء مقدمة من استاذ دكتور ايمان حمود استاذ امراض النساء والتوليد بكرة الطب ونائب رئيس جمعية جراح المناظر المصرية ورئيس وحدة استقصال الاورام اللي فيها بدون او مع الحفاظ على الرحمن اهلا وسهلا بكم في كل اسبوع يوم الاحد ان شاء الرحمن ونلقاكم باذن الرحمن يوم الاحد القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته